السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا هذه الليلة حول التوقعات الاقتصادية واستعمال الطاقات المتجددة لقد كثر الحديث في الآوينة الاخيرة ان هناك من يدق نقوس الخطر بان العالم بعد جائحة الكورونا مقبل على موجة من الجفاف وندرة المياه وكذلك سراع دولي حول الطاقات التقليدية المسمات بالبترول وبالفحم والغاز الطبيعي وغيرها هناك من يتوقع بان الصراع المستقبلي سوف يكون على الماء الماء سيسر اغلى من الذهب الحروب المستقبلية بين الشعوب وبين بني البشر ستكون من يملك اكتر من الماء كلام يذكره بعض الخبراء وبعض المختصين في مجال البيئة ومجال التوقعات الاقتصادية لكن عندنا وجهة نظر لما نقرأ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يعطينا انطباعات مغايرة لذلك فنحن نعيش في كوكب اسمه امنا الارض وامنا الارض ليس كوكبا عاديا الله تعالى جل جلاله حفه بالعناية والرعاية هذا الكوكب الارضي ربنا اصلحه وجعل فيه الخير وقدر فيه الارزاق والكواكب المحيطة بالكوكب الارضي من القمر الى الشمس الى المريخ الى الزهرة الى عطارد الى غيرها من الكواكب انما هي تشكل حماية لهذا الكويكب الصغير السابح في الفضاء انه يستمد منها الطاقة ويستمد منها العطاء فضلا من الله واكرم الذين يتوقعون الاسوأ للعالم حسب المعطيات والارقام المتوجدة بين ايديهم ربما لا يستحضرون ان هناك عناية الخالق وعناية رب العباد هو سبحانه وتعالى قال لنا وسخر لكم ما في السماوات والارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبطنة كل ما في الارض وما في السماوات كله مسخر لبن الانسان الانسان لن يحتاج ابدا الى ان يعيش حياة من الفقر المتقع لان الله تعالى انزل الارزاق لكل العباد اي نعم هناك مجتمعات فقيرة ومجتمعات غنية هناك اوساط عندها حد التخمة واوساط اخرى تعيش الفقر المتقع من المسؤول ليس الله سبحانه وتعالى الله تعالى اعطى رزق هؤلاء لهؤلاء وطلب من هؤلاء ان يجودوا ويتكرموا على هؤلاء لكن هؤلاء احتكروا واخذوا كل شيء لانفسهم حد التخمة وحرموا الاخرين هذا مشكل يندرج في توزيع التروة العادلة التوزيع العادل للتروة وفي التضامن والتكافل بين الشعوب والمجتمعات وإلا فان الارزاق خلقها الله عز وجل بوفرة وبكثرة في الاونة الاخيرة شعوب تتخذ مواقف ضد اخرى وتستعمل كحرب وكسلاح الطاقات التقليدية ما يسمى بالطاقات الحفورية التي نحفرها ونبحث عن فقاع الارض كالبترول والغاز طبيعي وغيرها من سمين الشقيق الجزائر تريد ان تمنع المغرب انبوب الغاز وغيرها من الدول كل منطقة فيها نزاع الا ويستعمل هذا كسلاح المغرب ولله الحمد ارض الاولياء وارض الصلحاء وينطبق عليه قول الله تعالى بلدة طيبة ورب غفور السياسة التي وضعها الحكماء في الضرفية الراهنة ما يسمى باستثمار الطاقات المتجددة والنظيفة وما اكثرها في بلادنا لا نحتاج الى بيترول لا نحتاج الى غاز طبيعي ولا الى فحم ولا الى غير ذلك عندنا ما يسمى بالطاقات المتجددة وهي كثيرة ومتعددة من اين نكتسبها انها المستمدة من موارد الطبيعة التلقائية الطبيعة كما خلقها المولى عز وجل خلقها رائعة وجميلة وجدابة وغنية اي نعم غنية فاول موارد هذه الطاقات المتجددة هي الشمس ونحن في مغربنا العزيز نحظى بشمس رائعة الشمس هذا الكوكب الناري الذي يطلق حرارته وتصلنا من حوالي 8 دقائق كل صباح تقطع الاف الكيلومترات الضوئية وتصل الى نوعنا انتفع بها خلقها المولى لنا سبحانه انها مصباح واحد يضيء الكون باسره واذا غاب المصباح وعند غروب الشمس يستع صنوها السعيد وهو القمر كأنه كانو فييز كأنه مصباح خفيف الضل حوله نجوم لامع متلألئة ربنا خلق السماء وزيناها بالنجوم وجعل هذه الشمس والقمر والنجوم في حركية دؤوبة دقيقة كأنها ساعة حائطية تسير وفق نظام محدد كل شيء عنده بحسبان هذه الشمس نحن في المغرب ولله الحمد والمنة عندنا افضل موقع للشمس حتى ان الفنانون في هوليود وفي غيرها من المراكز السينمائية العالمية اذا اردوا ان يصوروا افلام كبيرة ضخمة تاريخية يقدمون الى المغرب ويأتون خص الى الجنوب وارزازات وزاقورة وما حولها لماذا؟ مرة سألت بخرجا دوليا لماذا تختارون هذه المنطقة؟ قال انتم في المغرب عندكم استوديو استوديو طبيعي تلقائي شمس واضحة ونظيفة لا نحتاج الى اضاءات الى بروشيكتورات لان عطاء من الله هذه الشمس التي عندنا في المغرب صار الان العالم الذي يتصابق نحو الطاقة يبحث عنها هذه الشمس كفيلة بان تزودنا جميعا بالطاقات المناسبة عن طريق الطاقة الشمسية ثم ان هذه الطاقات متجددة مستمدة ايضا من الرياح وعندنا في المغرب رياح كثيرة لطالما نسمع في النشارات الجوية رياح شرقية غربية شمالية جنوبية نعمة هذه الرياح هي نعمة كبيرة لان في الحركية التي تمتاز بها ممكن ان نستمد الطاقة عظيمة جدا كذلك تستمد هذه الطاقة من البحار فنحن في المغرب ولله الحمد ربنا اكرمنا باطلانتين جميلتين على البحر عندنا البحر الابيض المتوسط في الشمال الذي يطل على اوروبا وعندنا المحيط الاطلسي الذي يطل على امريكا ومجاورها هذه البحار فيها مد وجزر وبالمد والجزر تتولد طاقة متجددة قوية ونافعة اي نعم هذا المد والجزر انما يسبح لله لا ينبغي ان يخفى علينا كل شيء في الوجود يسبح لله الموج حينما يتحرك انما يسبح للرحمن وفيه منافع للناس من غير الاسماك الطرية والطازجة ومن غير الاصداف الجميلة ومن غير الطحالب الطبيعية الطبية للعلاج هناك امواج حركية البحر فيها طاقة عظيمة جدا ثم هذه الطاقات المتجددة مستمدة من المياه والانهار مغربنا العزيز يحضى بعدد كبير من الانهار ومن البرك المائية وهذا فيه نعمة عظيمة وايضا يستمد من السدود والحمد لله المغرب رائد في بناء السدود ولعل المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه ابرز ما تميزت بسياسته الوطنية بالاضافة الى المسير الخضراء المضفرة انه كان يتصابق لبناء السدود ونحن الان ننتفع بها وسوف ينتفع بها الجيل الذي بعدنا فرحم الله كل من عمل صالحة الرحمات والبركات تتنزل عليهم في قبورهم الذين زرعوا فاكلنا ونزرعوا فيأكلون اذا فما يتعلق بالطاقات المتجددة في المغرب كثيرة جدا فلما القلق اذا لما القلق هناك من يخشى من الجفاف ويخشى من ندرة المياه ويخشى من موجات المجاعة وسمعنا دول عظمى كالصين الشعبية مثلا الان بدأت تأمر وتدعو شعوبها للإدخار ووضع مبردات كبيرة في البيوت لتخزين المواد الضرورية وكأن هناك مجاعة هذا خرف وهذه أساطير نحن لا نعتمد دوما على التوقعات الاقتصادية إلا بأن نعرضها على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المطهرة فربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء ربنا أخبرنا بأن كل ما خلقه الله في الوجود هو لنا الأرض لنا والسماء لنا والجبال لنا والأمطار لنا والأنهار لنا وكل شيء هو لنا مسخر لنا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبطنة ونحن في المغرب ولله الحمد كانت هناك سياسة استباقية وقادها صاحب الجل حفظه الله ورعاه ما تسمى بأطاقات المتجددة وكنا رائدين ولازلنا رائدين المغرب الآن هو رائد على مستوى الشرق الأوسط والشمال إفريقيا المغرب بدل مجهود كبير إلا أنه في السنوات الأخيرة تراجع تراجعا نسبيا وتفوقت علينا قطر والإمارات العربية المتحدة وهناك كانت هناك غضبة ملكية مشهورة سمع عنها الجميع لماذا تأخرنا نقطتين إلى الوراء نحن الآن إن شاء الله تعالى سوف نعزم ونتقدم خطوات إلى الأمام كل الشركات والمصانع وكل المقاولات التجارية والصناعية والفلاحية مطالبة أن تنخرط في هذا المشروع الكبير هو مشروع عالمي والمغرب كان رائداً وصباقاً إليه وهو أننا علينا أن نعتمد أولاً على بعض المبادئ التي وضعها القرآن الكريم أي نعم الكوكب الأرضي ليس بسلام مئة في المئة هناك بعض المفسدات في الأرض ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجرون أي نعم هناك خلل هنا وهناك ولكنه لا يدعو إلى القلق الشديد لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يوكل مصير الكوكب الأرضي ومصير البشرية لطلة من النخب السياسية منها الصالح ومنها الطالح لم يوكل ربنا عز وجل مصير العباد لهؤلاء البشر منهم من يصلح ومنهم من يفسد وإنما سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق كل شيء بالحيتان في قاع البحر والطيور في السماء والوحوش في البرية والأجنة في بطن أمهاتها الله تعالى تكفل بكل شيء وما يفعله السياسيون وما نراه في المؤتمرات الدولية هو مجرد إجراءات احترازية واستباقية وإلا فإن مالك الملك رب العالمين هو يتكفل بخلقه ويتكفل بكل البشر وبكل الحيوانات بالإنس والجن والملائكة وبكل شيء ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى لكن هذا لا يدعونا إلى أن نبقى هكذا مكتوفي الأيدي وإنما أعطانا ربنا عقول لنفكر بها وأعطانا إراضات لتكون دافعا لنا وعزيمة قوية لنستمر في العمل هناك ما يسمى بالتطوير المستمر كما هناك التكوين المستمر هناك التطوير المستمر نحن علينا بعد زمن الكورونا أن ننخرط كلية في هذا التطور المستمر صلاحا لبلداننا ومجتمعاتنا ولأجيالنا الصاعدة نحن قد نمضي ولكن هناك أجيال صاعدة أبناؤنا وأحفادنا أمانة في أعناقنا ماذا علينا أن نفعل؟ من بين الأمور التي ينبغي أن نقوم بها هو الاهتمام بهذه الطاقات المتجددة لأن فيها منفعة كبيرة أولا هي مجانية لا تباع ولا تشترى الطاقة الشمسية مجانية الطاقة الرياح مجانية طاقة المد والجزر في البحر مجانية عطاء من الله كرم من الرحمن أي نعم نحتاج في البدء مجموعة من المصاريف لوضع الآليات والتجهيزات وبعض المساحات الأرضية التي توضع في هذه الآليات هذا أمر متوفر ولله الحمد وممكن أننا نقوم به بكل بسطة هذا المشروع سيكون فيه أمن وأمان للبيئة والناس يتخوفون من أن البيئة قد يصيبها التلوت والتصحر والانحرار الجوي وغيرتك من الكلمات التي هي مخيفة فنحن حينما نستعمل هذه الطاقات المتجددة سوف نحافظ على بيئة سليمة وطيبة وقد يخلق لنا فرص للتشغيل اليد العاملة الشباب خريجي التكوين المهني وعدد كبير من السواعد تريد أن تشتغل الاستفادة ستكون أولا في التدبير المنزلي البيوتنا حينما تكون فيها طاقات متجددة فإننا لن نشكو بعد ذلك من غلاء فواتير الكهرباء لأن الناس يشكون من فواتير الكهرباء وفواتير المياه حينما نقوم بهذه التجربة إن شاء الله تعالى ستكون حياتنا سهلة ويسيرة في البيوت أيضا المقاولات التجارية عندها مبردات وعندها مصابيح كثيرة وعندها وعندها خزانات كل هذه سوف تستفيد من الطاقات المتجددة كذلك المقاولات الصناعية وما أكثرها تستهلك أعداد كبيرة جدا من طاقة الكهرباء والماء والبترول والغاز والوقود فإذا كل منها انخرطت في هذه الطاقات المتجددة فإنها سوف تقوم بتوفير أعداد كبيرة من أموالها وتصرفها على البنية التحتية وعلى توفير فرشغل أخرى للشباب كذلك المقاولات الزراعية هناك قطع فلاحية كبيرة تستعمل طاقات الغاز والبطان وغيرها فإذا تمكنت من استعمال هذه الطاقات المتجددة فإنها سوف تغتنم الكثير لأن الله تعالى أمرنا بهذه الزراعة حتى قال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل نحن إذن مطالبون جميعا بأن ننخرط في هذه الطاقات المتجددة وهي الحل القريب لمواجهة غلاء الأصعر فجل المواطنين يشتكون من غلاء الأسعار ويتسألون من المسؤول وأين هي الحكومة وأين هي الوعود الجميلة التي كنا نسمعها غلاء الأسعار مرده إلى أن السوق العالمية التهبت بأسعار مرتفعة وذلك عقب جائحة الكورونا وهذه الأسعار طبعا لها أسباب كثيرة هناك الرأس مالي المتوحشة التي تريد أن تغتني على حساب أمن وسلامة الشعوب وهناك أسباب أخرى مرتبطة بها بيئية وطبيعية لكن ما نريد أن نؤكد الحكومات العقلة عليها أن تتدخل لضمان التوازن فكلما صهرت الحكومات على ازدهار الاقتصاد وعلى إيجاد الطاقات المتجددة هذا سيؤدي إلى رفاه المجتمع وهذا سوف يؤدي إلى الاستقرار الأمني أخوف ما نخاف عليه هو موجات من الاحتجاجات والإضرابات قد تتناسل في الظروف الراهنة في المغرب وفي غير المغرب يتوقع المتوقعون بأن موجة الإضرابات في قطاعات مختلفة سوف تتناسل وبقوة ولكي نستطيع أن نحد من هذه الإضرابات أننا نستبق ونلبي مطالب الجماهير ونخلق نوعا من التوازن الاقتصادي ونستثمر في الطاقات المتجددة ومع أكثرها ثم نعتمد على إنتاجنا الداخلي نحن كما غاربة عندنا ولله الحمد الخيرات الكثيرة في هذا البلد حتى إنه أذكر عقب جائحة الكورونا لما كان إغلاق الحدود خوفا من تسرب هذا الفيروس هناك بعض الوزارات شجعت الصناعات المحلية وشجعت الإنتاج الداخلي هذا أدى إلى انتعاش عدد كبير من المقاولات وأدى عوض أن يكون هناك انتكاسة صار هناك إن شاء الله فضل الله وكرم الله عدد كبير من المقاولات حقا أرباح مهمة فنحن عندنا الكثير من الخير خصوصا إذا قررنا ذلك بالنزع الإيمانية لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرزق مع البركة إنما يكون حينما يسلم العباد أمرهم لله ويتوكلون عليه حق التوكل وهو القائل جل جلاله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أسأل الله تعالى أن ينعم علينا وعليكم بالكثير من الخيرات والكثير من البركات وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وأن يغدق علينا بأمطار الخير فاللهم اسقى عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغتنا اللهم أغتنا رخص أسعارنا وكثر أرزاقنا واحفظنا من الأوبئة والأمراض والأسقام واجعلنا من عبادك الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله